اشتركوا في القناة ومع الزوجين هاندي وإسماعيل حيث أوضح الممثل إسماعيل بأنه عندما كان برفقة زوجته الممثلة هاندي أثناء ولادتها أدرك فعلا بأن الشيء الذي تعانيه المرأة أثناء حملها وولدتها لا يمكن شرحه فهيتتحمل أقصى الآلام بجميع أنواعها من أجل طفلها مضيفا مضيفا بأنه بالأصل هو يحترم ويقدر النساء لكن ومن بعد رؤيته لمعاناة زوجته أثناء الحمل أصبح يحترم النساء أضعافا مضاعفة أما الممثلة هاندي أوضحت بأن الآن كل وقتها فقط مخصص لابنها علي مما جعلها ترفض جميع العروض المقدمة لها في الوقت الراهن نجمة مسلسل السجين تصرح عن دورها وفي آخر اجتماع للممثلة خيال مع الصحافة التركية أوضحت بأنه فعلا ومنذ أن بدأت في مشوارها كممثلة كانت تحلم بأن تؤدي دور القاتلة المجنونة وها هي فرصة العمر وتيحت لها عبر شخصية ساشا في مسلسل السجين حفل زفاف سيركان وأوزقي وفي اليوم الثالث عشر الماضي من شهر أغسطس الجاري أقيم حفل زفاف أبطال مسلسل موسم الكرز وهم سيركان وأوزقي في مدينة فيرونا الإيطالية وحضر حفل الزفاف بعض الممثلين المقربين لهم مثل بيلين كرهان وأيبوكي بوسات من هو الصديق المقرب للممثل سيركان تونجو؟ ومع فضول الصحافة التركية قامت الصحافة بسؤال لممثل سيركان عن الأصدقاء المقربون له وكيف كانت الإجازة فأجابهم سيركان بأنه في أثناء إجازته التقى بأصدقائه الممثليين مثل شارلار أرتغرل وبورجو أوزبرك وأوروزونال ولكن الصحافي لم يكتفي بإجابته طارحا السؤال عليه من هو الأقرب بالنسبة إليك؟ فأجابهم سيركان الأقرب هو الممثل أوروزونال والسبب أن كلاهما متشابهان في طريقة التفكير الممثلة دينيز بايسال تعبر عن حزنها ومع انتقال تصوير مسلسل المنظمة الموسم الثالث إلى مدينة إسطنبول ذلك ومن بعد أن كان تصوير المسلسل في مدينة أنقرة اعتقدت الممثلة دينيز بايسال بأنها سوف تلتقي أكثر مع زوجها المغني باريش يورتشو والمقيم في إسطنبول ولكن للأسف فرحتها لم تدم طويلا حيث أخبرها باريش بأنه لديه الكثير من الحفلات خارج إسطنبول ولكن سيحاول أن تكون باقي حفلاته في مدينة إسطنبول ليتمكن أن يجتمع أكثر مع زوجته وعائلته مضيفا ضاحكا وبما أنه سيحاول أن يتواجد أكثر في إسطنبول أي أنه سوف يلتقي أكثر مع الباباراتزي أو الصحافة المزعجة الممثلة بيرجا أكالاي تقول أعلم بأنني أنا وإبراهيم لا يقون لبعض أوضحت الممثلة بيرجا وفي آخر ظهور لها قائلة بأنها تعلم أن الجميع يرى بأن إبراهيم مناسب معها كثنائي ويفضل الكثير من المشاهدين رؤيتهم لنا مع بعض كثنائي ولكن أوضحت بأن إبراهيم هو مجرد صديق قريب عزيز مضيفة بأنها أحيانا تحزن وتضحك في نفس الوقت على الشائعات التي تصدر بحقهم حول اقتراب موعد زفافهم استياء وغضب كبير من أهالي متابعي الشهير إنيس باتور ومن المعروف بأن الأطفال يشكلوا قاعدة جماهرية كبيرة على اليوتيوب وهذا طبيعي ولكن السيء بالأمر هو تأثر الأطفال بسلوك المؤثرين وهذا ما خاف منه الكثير من الأهالي الأتراك ذلك ومن بعد ظهور نجم قناة اليوتيوب الأكثر مشاهدة في تركيا وهو إنيس باتور ذلك ومن بعد غياب طويل عن قناته وهو فاقدا لوعيه تحت تأثير الكحول موجها الشتائم للصحافة معبرا الكثير من الأهالي عبر تويتر عن استياءهم بأفعاله خوف على أطفالهم من التأثر به الممثلة بورجو إزبرك تستعد لعطلتها كشفت الممثلة بورجو بأنها سعيدة للعمل مع الممثل موراد بوز في أول فيلم حصري لمنصة أمازونو برايم في تركيا لكن قبل التصوير أوضحت الممثلة بأنها سوف تسافر إلى إسبانيا لقضاء العطلة هناك وبمحاولة تعمق الصحفي لأسئلة تخص حياتها الشخصية هنا بورجو وضعت حد للصحفي وأنهت المقابلة الثنائي جيمري بايسال وأيتاج ششماز يعتبر الثنائي جيمري بايسال وأيتاج ششماز من أكثر الثنائيات حديثا في الوقت الراهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبسبب ذلك قام الصحفي بسؤال ممثل أيتاج عن علاقته بالممثلة جيمري في أخبرهم بأنهم سعداء ولكن في الوقت الراهن لا يتمكن كلا منهما بمقابلة بعضهم حيث كلا منهم لديهم الكثير من الأشغال وهم أساسا متفاهمين بأنهم لن يتقابلوا كثيرا كون أنهم ممثلين ولكن بالطبع بين الحين والأخرى يخصص وقت لبعضهم البعض الممثلة أوزقي أوزبرنشي تصرح الأمومة تعني السعادة وفي أول ظهور للممثلة أوزقي أوزبرنشي برفقة ابنتها مرجان في بودروم أوضحت بأن الأمومة تعني السعادة فهو أمر ممتع جدا بالنسبة لها وفي سؤال الصحافة عن دورها في مسلسل العائلة أفادت بأنها لا تستطيع الجواب حاليا على هذا السؤال وفاة الممثل جيفان جانوفا توفي الممثل جيفان عن عمر يناهز السبعة وستون سنة بسبب اكتشاف كتلة في الرئة الممثلة سيفدا أرغنجي ترد على موضوع إلغاء متابعتها للممثل أكين وفور انتهائها من مسلسل أخفيتك في قلبي بسبب نسب المشاهدة الضعيفة قامت الممثلة سيفدا بإلغاء متابعتها لشريكها في المسلسل الممثل أكين مارد ديماز فأوضحت بأنه لا يوجد مشكلة بينهم وراء قيامها بالغاء المتابعة له كما أن الإنسان حر بقراراته حول الأشخاص الذين يريدهم أن يكونوا في حياته أو لا الممثل أراز يكذب الشائعات ومن بعد الشائعات التي تفيد بعلاقة الحب التي تجمع الممثل أراز مع الممثلة نسرين جواد زادة ذلك ومن بعد اجتماعهم في مسلسل ثلاثة قروش كذب فورا الممثل أراز تلك الشائعات الممثلة ميليسا سيزن تأمر برفع أجرها ومن بعد كثرة الكلام عن قوة أداء الممثلة ميليسا سيزن في مسلسل الخائن أمرت الممثلة ميليسا وكالة أعمالها بإخبار جميع شركات الإنتاج بأن أجرها للحلقة الواحدة أصبح ثمانون ألف ليرا تركية أي ما يعادل بالدولار الأمريكي أربعة آلاف واربعمائة وعشرون دولار الممثل تولغهان سيشمان يكذب الشائعات أفادت بعض الصحف التركية بأن الممثل تولغهان اقترح على زوجته الميدا بأن تخوض تجربة التمثيل في قطاع الدراما التركية ولكن أوضح الممثل تولغهان بأنها هذه مجرد إشاعات ولن يقوم على الإطلاق بالتدخل بمسيرة وحياة زوجته فإن أرادت أو لا فهي حرة بالكامل ولن يأمرها بشيء تصالح الثنائي جوكبرك وأوزقي لعل هذا الخبر يسعد محبي لدراما اليومية اليمين والذي كان سببا بحب الجمهور للثنائي جوكبرك وأوزقي حيث كشفها أصدقاء الثنائي من خلال الصورة شاركوها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الثنائي أوزقي وبوكبرك عادوا مجددا إلى بعضهم ترجمة نانسي قنقر